اشتركوا في القناة ووزير الشؤون القانونية ووزيرة الصحة ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير شؤون مجلس الوزراء كما حضر الاجتماع من جانب مجلس النواب النائب الأول لرئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة وشهد معالي رئيس مجلس النواب بالتجاوب السريع من قبل الفريق الحكومي والتعاون التام من جانبه حول جميع المقترحات والمرئيات المقدمة من أصحاب السعادة النواب حول برنامج الحكومة 2023-2026 خاصة وأنها مقترحات تستهدف تحسين المستويات المعيشية للأسرة البحرينية وأضاف معالي رئيس مجلس النواب أن هدف الجانبين النيابي والحكومي من برنامج الحكومة وما يتم حوله من مناقشات واجتماعات هو التوافق الإيجابي والتعاون البناء لما هو في صالح المواطنين ومن جانبه يأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية التعاون والتنسيق الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن وأوضح معالي الوزير بأن برنامج الحكومة 2023-2026 يسعى للانتقال من مرحلة التعافي الاقتصادي إلى النمو المستدام من خلال ثلاث أولويات وهي أمن واستقرار وعدالة وتعافي اقتصادي وتنمية مستدامة وخدمة حكومية ذات جودة وتنافسية وأشار معالي بأن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مجموعة من الخطط التنموية والمبادرات التي ستنعكس آثارها الإيجابية على المواطن باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية وبين معالي بأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة ومردوده الإيجابي بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وكان آخرها إطلاق خطة التعافي الاقتصادي مؤكدا أن هذه الاجتماعات تعكس الرغبة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاعتماد وتنفيذ برنامج الحكومة للسنوات الأربع القادمة والعمل بروح فريق البحرين الواحد بما يحقق الغايات المنشودة